اشتركوا في القناة 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 وتقوم esimerkbed ويجينا عشان اعمل كل هقول له x.printmsg هي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر اشتغل بها من غير كلمة static زي ما اتفقنا حبيت اكتب كلمة static اكتب كلمة static يبقى كل ستوري ديت ملاش لازمة صغيرا كده ملاش لازمة والx.كده ملاش لازمة واشتغل عادي جدا ما فيش اي مشكلة خالص طيب احنا تكلمنا عن الدوال اللي بتعمل return للفاليو وتكلمنا عن الدوال اللي مش بتعمل return للفاليو عندي دلة مهمة جدا احنا مش طريها على طول الدلة دي اسمها المين هي الدلة دي تقصد الدلة ديت ديت اليمين الدلة دي نوعا void ما بتعملش return للفاليو الدلة دي ليها اسمه ميز مهمين ناخد كده مسال او مسالين يوضحوا المسألة شوية انا هروح هنا داخل البرنامج هروح اعمل دلة الدلة دي public و static و void void عشان ما تعملش return للفاليو و static طبعا عشان خطر اروح انا ديها مباشرة هقول له public static void عايز اروح اعمل print للنم عايز اروح اطبع رقم الرقم ده هيكون integer x مثلا بياخد برامتر واحد دي اللي تاخد برامتر واحد holosystem.out.println اروح اطبع لي مين اروح اطبع lx ده علشان اروح اعمل كل الدلة هروح اعمل كل الدلة على طول عن طريق اسمها اسمها print num عايز اطبع مثلا عشرة اروح اشغل البرنامج هيروح يطبع لي عشرة ما في شئ مشكلة لكن الافضل انك انت بدل بتطبع قيمة integer داخل system.out.println وهي اصلا بتطبع القيم string روح اول x دي حولها لإيه حولها لstring طب هعمل الكلام ده ازاي هقول له integer dot two two string يبقى انا اروح تعملت دلة الدلة دي static void وعرفناني static وعرفناني void اسم الدلة دي اسمها print num بتاخد برامتر واحد اسمه x البرامتر دوت انا دلة اروح اطبعه هروح اعمل عملية طبعه x عن طريق system.out.println قبل ما تروح تطبع ال x روح اول x ال a لstring عشان تطبع عادي يعني بدون اي مشاكل خالص هقول له integer dot two string وروح اطبع ال a ال x بعد لما تروح تعملها عملية convert عملية تحويل لstring هنا طبعا بروح اعمل عملية كل الدلة عن طريق اسمها مباشرة طبعا مين اللي سعيدني في الموضوع دوت كلمة static عشان من نفس النوع بتاعة ال a ال main method هيجي هنا اروح اخد السطر كده copy paste وهيجي اقول له اطبع عشرة وكمان عشرين كده لحد الان كده تمام مشكلة خالص ناخد مثال تاني بابلك static string انا اروح اعمل دلة الدلة دي المسودة string اسمها num to string هتروح تعمل بس عملية convert بتروح تحول من رقم لو قيمة string تعالى اخطب المثال ده كده copy paste ونروح نشرح البرنامج على طول مباشرة انا هنا عندي method المسود ديت من نوع static زي ما اتفعنا اشا اروح اعمل لها كلها على طول المسود ديت string هتروح تعمل ال return لقيمة string num to string دي اصلا المسود دي الهدف منها بتروح تعمل لعملية تحويل من رقم لstring بتاخد برامتر واحد لو الرقم اللي انا اروح اعمل له عملية تحويل طبعا المسود ديت بتروح تعمل لي return يبقى ان هنا ما نفعش اقول له public static void لو قيت قلت له void كده يبقى انا كده باشتغل غلط ما نفعش اروح اعمل void لان المسود ديت بتروح تعمل لعملية return هتريترن ايه integer dot to string هتروح تعمل لعملية تحويل من رقم لمين من رقم لstring هتروح تحول من هتروح تحول للرقم اللي انت هتكتبه طيب عايز اروح اعمل لعملية استعال للدلة ديت فاقول له على طول num to string num to string المين لمسلا لعشرة خزن الكلام ده string مثلا x بساوي اروح اعمل لعملية طبعة system dot out dot print ln لمين للx هتروح اعمل البرنامج هيروح يطبع لعشرة بس طبعا بعد ما عملها عملية التحويل طب انت استفدت ايه اقول له مثلا x plus مثلا 20 المفروض ان هو يكون يجمعهم 10 20 يبقى 30 هوينا مجمعهم هوينا اعملهم concatenation ليه لان ده اللي اصلا الهدف منه انها بتروح تعمل عملية تحويل من num من رقم من number ل string من integer ل string مثلا بتاخد برامتر واحد الو البرامتر num دوت عبارة عن برامتر integer المسل المسل تعمل عملية return بتريترن القيمة num بعد لما تعملها عملية convert integer to string dot string تمام هنا بروح عملها عملية كول عادي جدا بسطر واحد من الكود وبخزن القيمة في متغير string علشان اصلا القيمة المرتجعة وقيمة مالها قيمة string وبعد كده اروح عمل عملية طباعة عادية لو جيت جمعت او ضربت او طرحت الفكرة فكرة انك انت بتجمع integer مع مين integer رقم 20 مع قيمة string لان x حولت ل string تمام وبكده يكون امتهت الرسالة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته